موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية الخمسين من صورة النساء انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبيناً لقد كان العرب الجاهليون مع كل التخلف والانحطاط والفقر الشامل الذي كانوا يعانون منه كانوا يرون أنفسهم العنصر الأعلى بل وكانت هذه الحالة سائدة حتى بين قبائلهم حيث كان بعض القبائل يرى نفسه الأفضل والأعلى ولقد تسبب الإحساس بالتفوق لدى العنصر الإلماني والإسرائيلي في وقوع الحروب العالمية أو الحروب المحلية ولقد كان اليهود والنصارى في صدر الإسلام كانوا يعانون أيضاً من هذا الإحساس والشعور الخاطئ وهذا الوهم ولهذا كانوا يستثقلون الخضوع أمام حقائق الإسلام ولهذا السبب شدد القرآن الكريم النكير في هذه الآية على هذا التصور وشجب هذا الوهم وهم التفوق العنصري ويعتبره نوعاً من الكذب على الله والإفتراء عليه سبحانه ومعصية كبيرة وذنباً بينة إذ يقول سبحانه انظر كيف يفترون على الله الكذب أي بقولهم نحن شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه وما إلى ذلك وقد خاب من افتره ولو لم يكن لهذه الجماعة أي ذنب إلا هذا لكفى في عقوبتهم يقول الإمام علي عليه السلام في حديثه المعروف لهمام الذي يذكر فيه صفات المتقين لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم مني بنفسي اللهم لا تآخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُّبِينًا أي وَكَفَى بِفْتِرَائِهِمْ الكذب على الله إثماً ظاهراً بيناً يستحقون بسببه أشد العقوبات وأغلظ الإهانات وأي إثم أعظم من الكذب على الله فيما لم يقله ولم يجعله لأحد ثم يقول تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً إن هذه الآية تعكس صفة أخرى من صفات اليهود الذميمة وهي أنهم لأجل الوصول إلى أهدافهم كانوا يداهلون كل جماعة من الجماعات حتى أنهم لكي يستقطبوا المشركين سجدوا لأصنامهم وتجاهلوا كل ما قرؤوه في كتبهم بل وذهبوا بغية إرضاء المشركين إلى ترجيح عقيدة الوثنيين بما فيها من خرافات وتفاهات وفضائح على الإسلام الحنيف مع أن اليهود كانوا من أهل الكتاب وكانت المشتركات بينهم وبين الإسلام تفوق بدرجات كبيرة ما يجمعهم مع الوثنيين ولهذا يقول سبحانه في هذه الآية الكريمة مستغربة ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب؟ وهذا لون جديد من ألوان حراف هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب فإذا كانوا يؤمنون بالكتاب حقاً فينبغي لهم أن يتوازنوا في علاقاتهم على أساس قرب الناس من خط الإيمان وبعدهم عنه لتكون المفاهيم الكتابية هي القاعدة التي ينطلقون منها في تأييد من يؤيدون ورفض من يرفضون لأن صاحب العقيدة والإيمان يعمل على أساس تأكيد إيمانه في الحياة من خلال الالتقاء ولو في خط الوسط بالذين ينسجمون مع مفاهيمه بعض الإنسجام في مقابل الذين يبتعدون عنها كل البعد وعلى ضوء هذا على ضوء هذا كان من المفرول أن تكون علاقتهم بالمسلمين هي علاقة القريب الذي تلتقي مفاهيمهم بمفاهيمه ليقفوا معهم في معركتهم ضد المشركين باعتبار أنها معركة واحدة يقف فيها القفر في جانب والإيمان في جانب آخر ولكن القضية كانت على خلاف ذلك فقد وقفوا ضد المسلمين مع خصومهم فتحالفوا معهم وانطلقوا يدبرون المؤامرات المشتركة ضد الإسلام والمسلمين وكما وصف الله سبحانه اليهود في الآيات السابقة بالضلال والإضلال والتحريف واللي في الكلام وتزكية النفس كذباً وافتراءاً وصفهم في هذه الآية بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت لقد عالج القرآن المسألة على أساس أن هؤلاء لا يؤمنون بالكتاب فقد تحول الكتاب عندهم إلى مجرد شعار يستغلونه لتضليل الناس وسلعة يتاجرون بها في أسواق الربح والخسارة فهم يؤمنون بالجبت الذي هو تعبير عن معبود غير الله والطاغوت الذي هو تعبير عن الطغيان في الحكم والنظام فهم يؤمنون بذلك في واقع الناس عندما يتعاونون مع الطغيان والضلال وفي ممارساتهم الخاصة عندما يمارسون الطغيان والإضلال في واقعهم الشخصي ولهذا كان تاريخهم تاريخ الطغيان في الفكر والعلاقات والعمل عندما كانوا يواجهون الرسالات بالجحود والرسل بالعدوان والحياة الباحثة عن السلام بالحرب وتسأل كيف قال سبحانه عن اليهود أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت مع العلم بأنهم لا يعترفون بأصنام قريش الجواب أجل إن اليهود لا يعترفون بأصنام قريش بينهم وبين أنفسهم ولكنهم اعترفوا بها دجلاً ونفاقاً وتعصباً وعناداً لمحمد صلى الله عليه وآله ومن آمن به ولم يقتنعوا بهذا ولم يقفوا عند هذا الحد بل ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أي أقوى مطريقة وأحسن دينا وكان الأولى باليهود أن يناصر المسلمين على عبدة الأصنام لأن المسلمين أهل كتاب ويعترفون بالتوراة على العكس من عبدة الأصنام وقد نجد الكثير الكثير من هذه النماذج في الناس الذين يأخذون من المبادئ والأفكار والديانات يأخذون الإطار الذي يمثل الانتماء إلى الشكل ويعزلون حياتهم عن المضمون كما هو واقع اليهود الذين يحملون في تحرقهم السياسي شعار التوراة ولكنهم لا يؤمنون به جملة وتفصيل واقع بعض الاتجاهات المسيحية السياسية التي تحاول أن تنطلق من العاطفة المسيحية كشعار ولكنها لا تلتزم بالقيم المسيحية التي جاء بها الإنجيل في علاقتها ومعاملاتها السياسية وقد نجده أيضا في بعض الأوضاع السياسية الإسلامية التي تتستر بالإسلام ولكنها تخفي وراء ذلك تخفي مطامعها الشخصية والإقليمية والقومية وعلى هذا نجد أنهم ينطلقون في مواقفهم وعلاقاتهم من مصالحهم لا من مبادئهم ولهذا فهم قد يفضلون مصالح الكافرين على مصالح المؤمنين تبعا لمصالحهم الذاتية الخاصة أو للعقد النفسية المريضة التي تواجه أي معنى من معاني الإيمان أو موقف من مواقف المؤمنين ألا تجدوا في حياة المسلمين من يثني على كافر ويضم مؤمنة ألا تجدوا في حياة المسلمين من يثني على بلد كافر ترتكب فيه الفواحش على قارعة الطريق يثني على النظام وعلى التقدم وعلى الرقي وعلى الحرية وينسى أن هؤلاء قال الله عنهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد هذا الذي يثني على أهل القفر ويمدح أنظمتهم ويمدح حياتهم ويمدح قيمهم ويمدح إباحيتهم ويمدح خريتهم ويمدح استغلالهم للدنيا ويمدح بعدهم ويمدح بعدهم عن الدين هذا الذي يمدحهم ويذم أمته ويذم قومه ويذم المؤمنين ألا تنطبق عليه صفات هؤلاء تماما؟ وقد وجه القرآن في هذه الآية المؤمنين إلى أن يرصد هذه النماذج بقوله تعالى أَلَمْ تَرَى؟ للإيحاء بأن القضية لا تحتاج إلا إلى التطلع إلى واقع هؤلاء ليعرفوا الحقيقة القرآنية من خلال ذلك كأسلوب من أساليب التربية الإسلامية التي تدفع الإنسان إلى أن يفهم الواقع من خلال النظرة الواعية المنفتحة على الناس والأشياء وبذلك تتحول الحياة لدى الإنسان المؤمن تتحول إلى ساحة للمعرفة الشاملة لكل ما هو حوله ومن حوله ليبتعد بذلك عن جو السذاجة فيتطلع إلى بواطن الأشياء كما يتطلع إلى ظواهرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر